اللجوء لخطة التقشف عنوان المرحلة الأنية لحكومة الكاظمي لكن تقف أمامها عوائق كثيرة مثل التعوضات وأعداد الموظفين التي تصل قرابة أربعة ملايين موظفة الأعداد المهولة كانت في حديث رئيس الوزراء بمكاشفة عالية وصريحة حيث أن بلدا مثل العراق يعيش فيه نحو أربعين مليون نسمة يجب أن يقل عدد موظفيه إلى جانب تقليم رواتب المتقاعدين كل حسب حقيته خارطة طريق تضم أكثر من ملف تدخلها الحكومة بجرأة وقوة إنهاء سيل التهرب الضريبي وهذا ما كشفت عنه اللجنة المالية النيابية حيث أن خزينة العراق تفقد سنويا أكثر من تريليون دينار على أقل تقدير بسبب التهرب الضريبي فقط وما يهم في حسبان الحكومة أيضا حل جذري ونوايا صادقة بين حكومتي بغداد وأربيل بحل المشكلات العالقة بين الطرفين خلال مدة تصل لثلاثين يوم إعادة صياغة الرواتب وسلمها برنامج لأجل صناعة الانسجام بين جميع الرواتب ملف آخر يسهم في تعديل مشكلة ما زالت قائمة تتمثل في ألية منح الرواتب لكن البشرى تزفها الحكومة بأن الرواتب ستؤمن في الأشهر المقبلة فيما تبقى المشكلة قائمة بسبب أزمة كورونا واستمرار انخفاض أسعار النفط عالميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر